اشتركوا في القناة ولكنها قضت عليهم جميعا ولاتت بالفرار اليوم رح نتكلم عن الفنلايد وقبل من نتكلم عنه لازم تعرفوا انه الانيمي للبالغين فقط الانيمي دموي جدا وفيه مقاطع ممكن تكون مزعجة لبعض المشاهدين الانيمي من انتاج شركتين ستوديو ارمز وستوديو قاتس الانيمي تم انتاجه سنة 2004 وهو مكتمل من جزء واحد من 13 حلقه وحلقه اوفو ويصنف فانتازي مظلم وخيال علمي نبدأ عن انصط الانيمي الانيمي بتكلم عن بنت اسمها لوسي لوسي منسلالة جديدة من الجنس البشري اسمها ديكلونيوس الديكلونيوس بشبه البشر بالشكل ولكن عندهم ارون ودين مخفيات اسمهم النواقل لوسي كانت محبوسة في منشأة التجارب وفيهم قدرت انها تهرب الشرطة اللي في المنشأة حاولوا انهم يوقفوها بس ما ادروا لوسي اترت الشرطة بس قبل ما تهرب فيه قناص من الشرطة ادروا يطخف راسها وقعت في المي انجرفت لوسي مع المي ووصلت لشاطئ قدام شاب اسمه كوتا وبنت اسمها يوكا الضربة اللي اكلتها لوسي برأسها سبابتها انفصام بالشخصية كوتا ويوكا لبسوها اواعي واخدوها عندهم على البيت عشان يعتنوا فيها وبعدين بتبدأ احداث محاولة فريق الهجوم الخاص انهم يرجعوا يحبسوها او انهم يقتلوها قصة الانيمي حلوة جدا وغريبة احداثها كلها اثارة ودراما واكشن رسم جيد والتحريك ممتاز بالنسبة لانيمي اديم والاداء الصوت كويس اغنية البداية في الانيمي حلوة جدا ومميزة التقييم العالمي للانيمي هو 7.9 من 10 على اي ايم دي بي و7.49 من 10 على ماي انيمي لست وتقييمي للانيمي هو 8.5 من 10 وارجع بحكي لكم ان الانيمي دموي جدا وفي لقطات للوسي بدون ملابس وممكن يكون مش مناسب للبعض الفين لايد موجود على امازون برايم اشكركم على متابعتكم واشوفكم في الحلقة الجاية La Steeda اشكرا للمزي cokes اشكرا للمزي استطاع الفين ما هي هكرا للمزي